اشتركوا في القناة من تساقط الشعر كما يزيد من كثافته وينشطه يساعد في زيادة طول الشعر في مدة قصيرة كذلك يساعد في ظهور الشعر من جديد في اماكن الفراغات والاماكن الخفيفة من الشعر وعند استخدام هذه الوصفة من اول اسبوع قد تشعرين بحكة في جلدة الرأس او فروة الرأس من بعد استعمال هذه الخلطة وذلك عندما يبدأ الشعر في النمو من جديد في الاماكن الخفيفة لذلك فهذا امر طبيعي لا يستدعي القلق ابدا في هذا الفيديو كذلك تلبية لرغبات الكثيرات من مشتركات قناتي سأقدم طريقة عمل زيت الزعتر وكذلك خل الزعتر لذلك ارجو متابعة الفيديو للاخير اولا نبدأ بوصفة الزعتر لأشعر نأخذ الزعتر الكل يعرف الزعتر الذي يستخدم لعلاج الزكام الزعتر وليس الزعتر الزعتر يوجد عند العطار يأخذ مجفف في هذه الوصفة في بعض الدول العربية الاخرى يطلق عليه اسم الاوريغانو نأخذه مجفف بهذا الشكل وبعدها نقوم بطحنه على شكل بودرة او يمكنك اخذه جاهز مطحون من عند العطار نحتاج للزبادي الطبيعي او اليوغورت يوغورت طبيعي يمكن استخدام الرايب او الروبة لبن الرايب يوغورت طبيعي ونحتاج للزعتر المطحون خمس ملاعب طعام كبيرة من الروبة او الرايب او اليوغورت صاحبات الشعر الطويل نضاعف المقادير نضاعف المقادير حسب الحاجة حسب طول وكثافة شعرك صاحبات الشعر الجاف جدا نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون او زيت الارغان او زيت جوز الهند لهذه الوصفة اكرر صاحبات الشعر الجاف نضيف اي نوع زيت يناسب شعرك او يكون موجود عندك في البيت لكل خمسة ملاعق طعام من الزبادي ملعقة طعام كبيرة من الزعتر المطحون على شق البودرة فيعمل الزعتر والزبادي على توفير التغذية الطبيعية والصحية التي تحتاجها فروة الرأس ويعمل على فرد الشعر المجعد والخشن تلاحظين النتيجة من اول استخدام لهذه الوصفة له دور هام في زيادة ترقيب وكثافة الشعر كذلك يعالج اطراف الشعر المتقصفة ويعالج مشكلة الشعر التالف يقوي لك الشعر يعزز بصيلات الشعر من الجذور حتى الاطراف يصبح شعرك كثيفا كشعر الهنود النتيجة تلاحظينها من اول شهر استخدامك المنتظم لهذه الوصفة تستعمل تستخدم عفوا من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع كذلك يعطيك بريقا ولا معانا ويجعل شعرك حيوي وجذاب يعزز من انتاج مادة الكولوجين في فروة رأسك مما يحمي الشعر ويزيد من صحته يقوي الشعر المسبوغ ويحميه من التلف صاحبات الشعر المسبوغ يمكن استخدام هذه الوصفة دون خوف ابدا لانه يعالج قلت ويقوي الشعر ويحميه لك من التلف ومن الصبغة كذلك يساهم بشكل كبير هذه الوصفة رائعة في الحد من تساقط الشعر وهي ممتاز وهي ممتازة هذه الوصفة لعلاج مشكلة الشعر الخفيف توضع على الشعر الشعر هنا لا يكون عفوا مغسول من قبل يوضع على الشعر ونقوم بتدليك الشعر من الجذور حتى الاطراف لمدة خمس دقائق وبعدها نضع البني الخاص بالحمام أو البني البلاستيك من ساعتين إلى ثلاث ساعات هسب مشكلة شعرك وبعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو المناسب هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات الرجال كذلك يمكنهم استخدامها لعلاج الصلع ولكن مع المدى ومع لا استخدامها وكذلك الأطفال الصغار هذه الوصفة آمنة لهم من عمر خمس سنوات فما فوق يمكنكم استخدامها وبكل أمان هذه الوصفة صلاحيتها في الثلاجة مدة أسبوع كامل إذا قمت بعمل كمية كبيرة منها نقوم بعمل خل الزعتر تلبية قلت لرغبات الكثيرات من مشتركات القناة بالنسبة لوصفة خل الزعتر نحتاج للخل الأبيض يجب أن يكون هنا الخل الأبيض بدون أي نكهات متوفر في محلات بيع مواد الغذائية ونأخذ الزعتر هنا يكون أعواد إذا أحببت طبعا عمل هذه الوصفة بالزعتر البودرة يمكن عمله بالزعتر البودرة نضعه في برطمان ميناء الزجاج بهذا الشكل قلت يمكن استخدام الزعتر بودرة نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزعتر البودرة لكل كوب من الخل الأبيض وبعدها نقوم بغمر الزعتر بالخل الأبيض ونقوم بغلق البرطمان جيدا ونرج البرطمان يوميا حتى الهصول على خل الزعتر بهذا الشكل ويترك في مكان جاف لمدة أسبوعين كاملين إذا قمت باستخدام بودرة الزعتر النتيجة فقط لمدة أسبوع واحد وبعدها نقوم بتصفية الخل واستخدامه في الوصفات وبالنسبة لأعواد الزعتر هنا نتركه لمدة أسبوعين كاملين وبعدها نقوم باستخدامه يحفظ في مكان بارد وجاف وبعدها نقوم بعمل زيت الزعتر لعمل زيت الزعتر نأخذ زيت ذراء أو زيت دوار الشمس أو زيت زيتون ونأخذ الزعتر يكون مطحون في هذه الوصفة كما يمكنك استخدام أعواد الزعتر بدون طحن نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بودرة الزعتر ونضعها في برطمان من زجاج ونغمر بالزيت حوالي الكوب من الزيت لكل ملعقة طعام كبيرة من الزعتر وبعدها نقوم بوضع البرطمان في حمام على حمام ماء عفوا لمدة ساعة كاملة وبعد مرور الساعة الكاملة يوضع الزيت في مكان مظلم وجاف لمدة أسبوعين كاملين وبعدها نقوم بتصفية الزيت واستخدامه في الوصفات فيعتبر أو يتمتع الزعتر بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية وذلك لأنه يحتوي على العديد من الزيوت المفيدة والفيتامينات كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم والحديد والكاليسيوم وكذلك مغنيزيوم ولزيت الزعتر أو الأوريغانو كما يسمى في بعض الدول العربية الأخرى فوائد كثيرة للشعر وكذلك يحتوي على العديد من العناصر التي تجعله مادة مطهرة ومنشضة لنمو الشعر كذلك يساعد زيت الزعتر على علاج مشاكل فروة الرأس يساعد على معالجة مشكلة تقصف الشعر ويساعد على نمو الشعر كذلك يقوي لك الشعر الضعيف والباهت والهش ويمنع تقصف الشعر يحميه من التكسر يمكنك عمل الوصفة مع الزيت أو يمكن عمل زيت الزعتر فقط قبل الاستحمام بساعتين وكذلك يساعد على علاج مشكلة تساقط الشعر من خلال الفيتامينات التي يحتويها والتي تعمل على تغذية فروة الرأس وتقوية الشعر له دور فعال في علاج التهابات فروة الرأس لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وكذلك هو رائع لعلاج التهابات فروة الرأس وكذلك ينشط الدورة الدموية عند تدليك فروة الرأس بزيت الزعتر ومن فوائده كذلك أنه يعمل على تخليص الشعر من القشرة في أقل من أسبوع بسبب تأثيره الفعال من خلال المواد الطبيعية والمعادل التي يحتويها يحتوي على حديد زينك نحاس يغذي لك الشعر ويقاوم القشرة صلاحيته تدوم لمدة ستة أشهر قلت في مكان جاف وآمن الاستخدام للحوامل والمرضعات الرجال وكذلك الأطفال الصغار من خمس سنوات فما فوق يمكن استخدام زيت الزعتر لهم وبكل أمان حتى خل الزعتر يصلح للمرضعات ويصلح للأطفال الصغار ولكن الحوامل يمنع عليهم استخدام خل الزعتر إلا في الشهر التاسع بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعمل فائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته